وينضم إلينا مشاهدين من واشنطن الباحث في أشياء السياسية الدكتور عليق عقيل عباس ومن مغداد رئيس المركز العراقي للتنمية العالمية الدكتور عدنان السراج أهلا بكما شكرا جزيلا لوجودكما في مساء العراق هذه الليلة وكل عام وأنتما بألف خير أبدأ معك دكتور عقيل يعني ما هي ملاحظاتك على ما قالته السفيرة جاكوبسن أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس بشكل عام يعني هو حضورها تقليد متعارف في المؤسسة التشريعية الأمريكية شكرا على هذا الاستضافة تحية لك كول جمهورك ولضيفك الكريم دكتور عدنان من بغداد ألا حضورها حديثة حطابها الذي لم يكن طويلا لم يكن فيه شيء جديد حضور روتيني ما قالته هو يعبر عن السياسة الأمريكية في العراق يعني منذ فترة طويلة والسفراء آخرون عندما مروا بعملية تنصيبهم من خلال مجلس الشيوخ قالوا أشياء شبيهة يعني فلا أعتقد أن هناك ما هو ملفت أو جديد فيما قالته ربما الجديد مرتبط بشخصيتها إذا استطاعت إنفاذ هذه السياسات السفراء ينفذون سياسات لا يكتبونها وتأثيرهم قليل على السياسات والسياسة الأمريكية بخصوص العراق يعني تقريبا شبه ثابت على مدى العقد الماضي أنتقل إلى بغداد أيضا للدكتور عدنان دكتور عدنان يعني نفس السؤال كيف تقرأ آراء السفيرة الأمريكية المرشحة للعمل في العراق خلفا لسفيرة رومانوسكي يعني خاصة مخاوفها من دور الفصائل المسلحة في العراق وما يعكسه بما وصفته بنفوذ إيراني أمني سياسي كأن الجانب الأمريكي لا زال يفكر بذات السياسة تجاه هذا الملف تحديدا نعم شكرا على الاستضافة تحية لك ولضيفك عزيزي دكتور عقيل ولمشاهدينك الكرام وكل عام وأنتم بخير أنا أعتقد اليوم التصريحات التي أدلتها بها في لجهة الكونغرس في مساء تعلق بترشيحها إلى منصب وزير سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أعتقد كان يبدو أكثر تشددا من ذي قبل وأيضا يبدو أن وزارة الخارجية أيضا بدأت تتشدد في رسم السياسة الأمريكية تجاه العراق والمنطقة وبالتالي لا أعتقد اليوم أن ما تحدثت به يمثل حقيقة سياسات سابقة إنما كان يمثل جزء من الاتجاهات التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تطويقها في العراق والمنطقة ولم تفلح في ذلك كما يحصل في المواجهات بين أمريكا وإيران وفي المواجهات الأخرى السياسية والاقتصادية والحربية والأمنية وغيرها بين الولايات المتحدة وإيران فلذلك أنا أعتقد اليوم السياسة الأمريكية واضح فيها تغير كبير خصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر وهذه السياسة في تقديري ستكون تبني سياسات وليس إطلاق تصريحات أو تنميحات إنما هذا التبني واضح جدا سيدخل المنطقة بعدم استقرار وخصوصا في العراق إذا أخذنا بوجهة نظر السفيرة بأنها تتحدث وكأنها الوصية على العراق وليس السفيرة تراعي العراف الدبلوماسية وتراعي العلاقات بين البلدين فهي تنظر وهي تعطي الحلول المتشددة والخطيرة في مساء تعلق بالتعامل كما سمتها بالميليشيات المتعاطفة مع إيران وبالتعامل مع إيران وأيضا حتى وصلت إلى حد أنها ستحارب أيضا نقطة استدام إيران للطاقة دكتور عدنان آسف لمقاطعتك هي لم تكن تتحدث مع الجانب العراقي أو مع مسؤولين عراقيين هي تتحدث عن من سيوافق على تعيينها أم لا وتعطي آراءها بهذا الملف الذي من المنتظر أن تتسلمه وبالتالي هي مضطرة للحديث بصراحة مع المؤسسة التشريعية الأمريكية ليس كذلك أنا أعتقد اليوم هذه التصريحات إنما تمثل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واضح جدا أنها خبيرة في مساء تعلق بالعلاقات الدبلوماسية و30 عام تعمل في وزارة الخارجية ولا أعتقد اليوم هي بعيدة عن هذا المنطق ستطبق هذه السياسة وستتجه إذا وافقت الكونكس وأعتقد الموافقات حاصلة لكن أنا أستغرب كثيرا أن التشدد الآن بدأ يظهر من وزارة الخارجية وليس من المخابرات وليس من وزارة الدفاع يعني هذا يمكن أن يؤخذ بنظر الاعتبار وأعتقد مثل هكذا تصريحات ستسيء إلى العلاقات بين البلدين اللجنة الثنانية المشكلة بين البلدين لترتيب أوضاع الأمريكان في العراق أيضا لترتيب أوضاع الاقتصادية والفنية وغيرها من خلال إلطار التعاون الاستراتيجي من خلال الاتفاقات مع السيد السوداني كل هذه التصريحات ستنسف كل هذه العمليات التي جرت سابقا في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق فإذلك أنا أعتقد المرحلة القادمة إن وافق الكونكريس على ترشيحها إلى هذا المنصب ستكون مرحلة أكثر تأزما في المقابل دكتور عقيل هذه الدبلوماسية التي كما قال دكتور عدنان تمتلك خبرة ثلاثين عام في العمل الدبلوماسي في بعض البلدان الحساسة هي أكدت أنها ستتعهد بتعزيز قطاعات وصفتها بالحيوية تقول إنها تدعم استقلال العراق ما هي هذه القطاعات؟ يعني أدعني أوضح شيئا واحدا سيدة محمد أولا العلاقات الأراقية الأمريكية يحكمها إطاران الإطار الأول هي اتفاقية فيينا 1961 بخصوص العمل الدبلوماسي وحق البعثات الدبلوماسية فيما تشتغل عليه وما لا تشتغل عليه يعتبر تدخلا والإطار الثاني هو اتفاقية الإطار الستراتيجي في 2008 اتفاقية الإطار الستراتيجي يعني الرئيس الوزراء ذهب مؤخرا إلى واشنطن وشعاره كان تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي هذا يعني التعاون مع أمريكا في ملفات تتعلق بأتمتة المصارف وإيقاف تهريب الدولار وما إليه بالحديث عن الميليشيات هذا يقع ضمن المصالح الأمريكية المشروعة لسبب واحد وبسيط الميليشيات في العراق حليفة لإيران تستهدف المصالح الأمريكية تهدد الأمريكيين بشكل علني حصلت عمليات خطف لأمريكيين اغتيال لأمريكيين تهديدات علنية باستهداف الأمريكيين في داخل العراق وفي خارج العراق فهذا يقع ضمن السياسة الأمريكية المشروعة إذا العراق يريد علاقات مستقرة ونافعة وحقيقية وعمقة مع الولايات المتحدة يحتاج أن يتعاطى مع تحدي الميليشيات والحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في هذا الأمر وبالتالي من غير المعقول أن نطلبنا الولايات المتحدة أنها أيضا نفسها تنكر وجود هذا التحدي وتتجاهله وتتناساه كما تفعل معظم الطبقة السياسية العراقية وتتحدث عن سيادة هي عمليا غير موجودة موجودة على الورق وليس على الأرض وبالمناسبة المنهاج الحكومي للحكومات العراقية المتتابعة أشار بشكل واضح إلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة واحتكار الدولة للعنف وما إليه هذا دليل واضح على أن السيادة العراقية غير مكتملة ليس بسبب الولايات المتحدة وإنما بسبب الفصائل المسلحة وبسبب وجود نفوذ إيراني غير مشروع في العراق لإيران مصالح مشروعة في العراق ينبغي التعاطي معها على هذا الأساس لكن هناك مصالح غير مشروعة بمعنى أننا بإزاء دولة إيرانية ترعى فصائل مسلحة في العراق وهذه معروفة ومعلنة حتى لا يحتاج الأمر نقاش بخصوصها رئيس أركان الحجد الشعبي السيد عبد العزيز المحمداوي صرح قال ما معناه إذا أمرنا الولي الفقيه نفعل طيب وهو عسكري عراقي رفيع المستوى الدولة العراقية تدفع راتبه هو جزء من القوات المسلحة العراقية وغيرها وغيرها يعني ليس من الصحيح انكار ما هو واضح والاختباء وراء الكلمات نعم دكتور عدنان إذا كان عندك تعليق سأسمع بالتأكيد لكن المنشحة أيضا لخلافة رومانوسكي شددت في جانب من كلامها على أهمية تعزيز الشركة الثنائية بين البلدين وتعزيز الاتفاقيات وما إلى ذلك كيف تعلق نعم إذا بدأنا من الجانب الثاني لسؤالك فهي تعاون مشترك لكن مشروط ومشروط بالهيمنة أي بمعنى بين قوسين الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تحدد العلاقات بين البلدين حتى بعنوانها الاقتصادي والمصرفي وغيرها يعني تتكلم عن استغلال إيران للطاقة لتزويد العراق بالطاقة فتقول يجب أن نمنع هذا الاستغلال للطاقة بالنسبة لإيران أي استغلال تتكلم عنه والعراق في حاجة ماسة إلى أسعار رخيصة من دولة صديقة وقريبة على العراق وبالتالي مثل هكذا شروط في علاقات بين الدولتين غير موجود لا في الأعراف الدبلوماسية ولا في العلاقات الدولية بين الطرفين أما بالنسبة للتعليق على الصديق الأخ عقيد دكتور عقيد أعتقد أن كل ما تتكلم عنه أمريكا بالنسبة للميشات وغيرها هذا شأن عراقي بحث لا يمكن لأي دولة في العالم أن تحدد علاقاتها بدول الجوار بالذات وبدولة مثل إيران كبيرة وتأتز في علاقات كبيرة مع العراق أن تتدخل دولة أخرى وتشبه الدولة بالدولة الخبيثة هذا يعني أنها تريد حربا جديدة كما فعلتها مع صدام حسين انبال الحرب ثمانة سنوات ودفع العراق ثمنا غاليا وعزيزا على أبنائه وأبناء وألاث رواتي فذلك أنا أعتقد اليوم هذه المسائل يجب أن ننظر النظر على اعتبار العراق هو حر في علاقاته من يريد أن يكون ضمن برنامج سياسي فلدينا حكومة ولدينا برلمان ولدينا سيادة مهما كانت هذه السيادة مخرومة لكننا لدينا دستور وقانون وانتزامات أخرى وإلا فوضة إذا كان السيد عقيل يتكلم بهذا العنوان فبمعناه في العراق فوضة وبالتالي لا أقول أن في العراق فوضة نعم هناك دولة يمكن تقول فاشلة يعني لم تقوم بخدمات لم تقوم بعمل نعم أنا أتفق تقدر تكون تجربة جمقراطية فيها حاجة لترشيد العلاقات نعم نعم ولكننا لازلنا نقول نحن دولة لديها دستور وقانون وبالتالي حرة في أن تتعامل مع الميشيات تتعامل مع إيران تتعامل مع عدة ولا يفرض عليها رأي هذا التصريحات أنا في تقديري خطيرة جدا وبالتالي لديها كل المؤشرات لأن أمريكا خسرت حربها في العراق وانسعبت وبالتالي لا نريد أن تفتح جبهة جديدة في العراق وبالتالي أعتقد لا تستطيع أن تحقق شيئا كما حصل انبال احتلال العراق نعم دكتور عقيل قبل أن أودعكم حول هزر سكاء المخالف لما ورد في كلام الدكتور عدنان خلال حديثه حوله إلى كلمات وإلى جمل حتى نفهم يعني أمريكا لم تعترض على وجود علاقات عراقية إيرانية لم تطلب أي إدارة أمريكية من العراق أن يقطع علاقاته بإيران أو يستعديها وإنما الحديث عن علاقات طبيعية وأن لا يتحول العراق إلى منطقة نفوذ إيراني تستهدف فيه القوات الأمريكية وتستهدف فيه السفارة الأمريكية سأعطيك الفرصة عزيزي سأعطيك الفرصة عزيزي إيران بإمكان أمريكا أن تقول عن إيران ما تشاء وبإمكان إيران أن تقول عن أمريكا ما تشاء هاتان دولتان لديهما مشاكلهم الخاصة السؤال هو عندما يصبح العراق ساحة للنفوذ الإيراني وعبره يتم استهداف المصالح الأمريكية آخرها البراندات الأمريكية براندات المطاعم الأمريكية وغيرها وأنا أعرف أن هناك قوام الإيشاوية وأرى الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا يعني هم يهددون سلامة وجود القوات الأمريكية والدبلوماسيين الأمريكيين كيف يمكن لأمريكا أن تغضل الطرف عن هذا والعراق يريد علاقات طبيعية معها يستهدف فيها الأمريكيون والحكومة العراقية الساكتة واضح دقيقة واحدة إليك دكتور عدنا أن تفضل يعني أعتقد اليوم التصريحات واضحة أستاذ عقيد لا يحتاج إلى نوع من النقاش اليوم تتكلم عن علاقات مع إيران وتصرفها بالنفوذ أين النفوذ الإيراني في السياسة العراقية أين النفوذ الإيراني في العلاقات العراقية مع أمريكا السفارة الأمريكية تتمتع بنفوذ عالي وكبير داخل العراق والعسكريون الأمريكان يتمتعون أيضا بنفوذ كبير والطائرات الأمريكية تجوب السماء العراقية بما تصرفه من طائرات مختلفة ودخول القوات الأمريكية من عين الأسد إلى القوات الأمريكية في سوريا على قدم وساق أي نفوذ نتكلم عنه الآن في مقارنة النفوذ الإيراني إذا كان هناك من يؤيد السياسة الإيرانية في مقاومة إسرائيل وهذا أمر لا يجب أن يكون محدودا بالعراق إنما يتكلمون على الجمل ويتكلمون على سوريا ويتكلمون عن مصر وكل الدول التي ترى هذا الجانب نعم من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج ومن واشنطن الباحث في الشأن السياسي الدكتور عقيل عباس شكرا جزيلا لكما شكرا جزيلا لكما